اعاد مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع قانونا في شأن الاسكان إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيدا من الدراسة جاء ذلك بطلب من رئيس اللجنة على أن تعيد اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع القانون إلى المجلس خلال شهر وكانت الجاسة بدأت أعمالها ببحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة بشأن كل ما ورد ضمن المشروع بقانون كما وافق على المشروع بشكل نهائي في ذات الجلسة في حين وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص إلى جانب الموافقة على كافة المواد التي تضمنها وفقا لتوصية اللجنة وقد وافق المجلس بشكل نهائي على المشروع بقانون خلال ذات الجلسة اشتركوا في القناة